أكيد يا أمير طبعاً لمسناها بشكل كبير لأنه كمان هنا بقى نتكلم في الإحصائية طيب النادي الأهل يا جماعة حتى هذه اللحظة لعب 18 مباراة في الدور العام 18 مباراة يعني بمعنى أدق لو ضربنا 2 في 18 اللي 2 دوله هو حكم تقنية الفيديو اللي هو الفار وحكم ايه فار؟ مساعد تقنية الفيديو نحن نتكلم في حوالي 36 حكم في حكام تقرروا فبالتالي في عدد الحكام اللي موجودين في تقنية الفيديو في مباراة الأهل الثمانتاشر جيه 27 حكم طيب هل 27 حكم دول؟ هل حكام دوليين؟ هل حكام نزلوا حكموا في مباراة الدور الممتاز؟ ما ممكن حد يرد علي يقول لي بس معها رخصة الفار أوكي ما اختلفتش معاك هو معها رخصة الفار لأنه هو اكتاز عدد ساعات الرخصة اللي بيطلبها مجلس الآيفاب من الاتحاد الدولي لكل الاتحادات اللي عايزة تعمل تقنية الفيديو طيب من ضمن ال 27 كم حكم دولي؟ وكم حكم حكم دور الممتاز؟ وكم حكم ممسكش صفارة في الدور الممتاز ومنزلش حكم في الملعب؟ هتتفكوا بالرقم ده من ضمن ال 27 20 حكم ممسكش صفارة؟ ولا حكم في الدور الممتاز؟ ولا حكم في القسم الثاني؟ بل بالعكس معظمهم خرج في مباراة القسم الثالث في مشاكل كثيرة جدا وفي حراسة الأمن بعد نهاية المباراة هل تتخيلوا في 18 مباراة للنادي الأهلي هذا العام في الدور الممتاز 20 حكم في تقنية الفيديو ممسكش صفارة في الدور الممتاز حكم مش دولي ومحكمش دور ممتاز ومش درجة تانية هل ده يعقل؟ طب كم حكم دولي حكمه للأهلي؟ 5 حكام في تقنية الفيديو أنا مش بتكلم على الملعب أنا بتكلم على تقنية الفيديو اللي هي أخطر من حكم الملعب لأن حكم على بيأخذ قرار حكم التقنية أو حكم الغرفة الفوربين ده يقوله تعالى راجع اللي أبدا فبيساعدوا طيب هنا حد يقوله ما هو بيساعدوا وفي الآخر القرار لحكم الملعب أوكي بس لو تتذكروا في مباراة الأهلي والبنك الأهلي اللي تلعبت في استاد الماكس في حرس الحدود لما كان محمد سلام ميدو احتسب الكورة هدف لصالح أيمن أشرف جاء عمر أحمد الشناوي في غرفة تقنية الفيديو وقال له راجع اللعبة أعتقد فيها فاول الحكم اتفرج عليها وشافها من زاوة معينة وبالتالي معيار احتساب الهدف بالنسبة له بعد فيه مشكلة واضطر يرجع في قراره ولغى الهدف طيب هل عمر أحمد الشناوي لما يكون موجود في تقنية الفيديو ودامنا على الشاشة هل هو موجود في تقنية الفيديو إدى يعني هل هو عنده خبرة هل هو حكم دولي أو هل هو حكم مع رخصة الملعب إنه هو كحكم يحكم مباريات في الملعب كحكم صفرة لا كابتن عمر أحمد الشناوي كل مبارياته في القسم الثالث ومباريات قليلة جدا في القسم الثاني فبالتالي إنت بتتكلم عن رقم أنا مش بتكلم بقى على اللعبة صح ولا اللعبة غلط ده دي جزئية المحللين كلهم يتكلموا فيها وبعدها فترة حتى في مباريات الأوروبية اتقررت اللعبة دي جزا مرة وتحسبت هدف يا أمير لكن هي الفكرة زي ما بقول في الإحصائية يا جماعة معقولة انت بتتكلم في رقم صعب جدا 27 حكم ما بين فار وإي فار منهم 20 حكم ممسكش صفارة في الدارة الممتاز فيه 9 حكام اتقرروا وفيه 5 حكام دوليين من ضمن 27 كانوا موجودين في الفار يعني الأهل اللعب 18 مباراة بتجيب له 5 حكام دوليين في غرفة تقنية الفار بس على فكرة ان العشرين الحكم التاليين اللي ممسكوه الصفارة في الدوري هم دول اللي ممكن معاهم رخصة الفار فيحكمه لأ ما انت لازم لما تجيب لحكم دولي أو لحكم كبير في الملعب تجيب له حكم في تقنية الفيديو لازم تجيب له حكم دولي زيه زي ما عملته في مطشي الزمالك والأهل بقى يا أمير لما جبت محمود البنة محمود البنة هو اللي اختار حكم تقنية الفيديو مش اللجنة اللي اختارت ومحمود البنة طلق واعترف بده لأنهما سألوه تحب مين يكون معاك في غرفة تقنية الفيديو ليه سألوه السؤال ده لأن الحكام الدوليين في مبارياتهم في مباريات الأهل تحديدا اشتكوا مرارا وتكرارا من أخطاء غرفة تقنية الفيديو وأنه في حكام كثيرين بيتعمدوا يعملوا مشاكل لزملائهم في الملعب وبالتالي بيتبقى فيه أخطاء تحكمية بسببها بتحصل مشاكل في المباريات فجي محمود البنة سألوه عايز مين فقال أنا عايز محمد عادل وهيحصل نفس الأمر في المباراة القادمة طب في مباراة الدوري أنت معيارك إيه لما تجيب لي سبعة وعشرين حكم في غرفة الفار منهم عشرين حكم ممسكوه السفارة هل ده يعقل؟ هم بس قضوا ساعات الفار بس التطريب على الفار خدوا الرخصة يعني هو يا محمد أنا وإنت دلوقتي لو عايزين ناخد الساعات دي بتاعت الفار نريد أن نبقى حكام الفار عادي المرغم أننا ما حكمناش ساحة قبل كده ولا مسكنا سفارة ولا مسكنا سفارة هل ده معيار حقيقي؟ هل ده معيار ينفع تدير من خلاله أو ينفع أن أنت تعين من خلاله حكام يكونوا في غرفة الفار يديروا مباريات كبيرة في بطولة الدوري وبالمناسبة الكلام بقى مش على الأهلي بس ده الأخطاء موجودة في كل المباريات فإنت هنا فين مبدأ حتى تكافؤ الفرص فين مبدأ الفير بلاي أنت كل المبادئ يعني خلص فقط بطهة في الدوري المصري بشكل متعمد واضح جدا أنه هو بشكل متعمد لأن الأخطاء متكررة يعني حتى محمد ما فيش تطوير في أداء الحكام إحنا بقى لنا كم سنة بنتكلم على موضوع الحكام ومستواهم الفني ده بيتكرروا وبيتكرروا جدا يعني تخيل أنت بص يا جماعة اسمعوا الرقم ده كمان أنت لعبت 18 مباراة في الدوري 13 مباراة منهم الحكام اللي كانوا موجودين في غرفة تقنية دي الفيديو قسم ثاني وثالث هل تتخيلوا الأهلي بطل إفريقيا؟ لو أنت بتسكن مخلاص يعني أنت بتسكن الخانات يا سيدي أنا مع الحكام قلبا وقالبا بس أهلهم خطوا لهم الأجواء اللي تناسب أنهم يديروا مباراة كبيرة لفرق كبيرة في الدوري المصري بالضبط النادي الآلي بيلعب في دوري أبطال إفريقيا وخطط لهم طورهم وطورهم وزي ما بتعمل محاضرات عايز تعمل محاضرات للأندية عشان يعرفوا الآخر التعديلات في التحكيم لازم كمان تطور الحكام هي الفكرة أنا مش حضرت شفتات في غرفة التقنية عشان أخذ الرخصة من الآيفاب يعني عديك مثال يا أمير أنا مثلا معايا عدد محمد كده العلم في الرأس مش في كل رأس بالضبط مش كده يا جماعة بصوا يا جماعة مباراة الأهل واسموحة اللي كانت في أستادي السلام واللي المفروض كان فيها طرد لحصام حسن قبل ما يحرز الهدف فاكر اللي أبطالك قبل ما يحرز الهدف ميلي كان في غرفة تقنية الفيديو سيد شعبان وصبر إبراهيم معهمش إلا رخصة الفرف فقط ضعهوش رخصة الصفارة في الملعب مش مؤهل إنه يدير مباريات في الدور الممتاز طيب أمام الزمالك كان محمد عادل ومحمود عشور شمعنا عشان مباراة كبيرة والكل هيتفرج عليها ويشوفها ولا عشان تثبت وجهة نظرك إن الحكام المصريين قادرين على إدارة مباراة القمة ما هنا المعيار بالنسبة لك إتعايز تثبت وجهة نظرك ومش مهم المنظومة تمشي صحة ولا غلط طيب مباراة الجيش مباراة الجيش وقيل فرحان ومصطفى عثمان وقيل فرحان بصفرش أبي كده خالص في الدور الممتاز ما حكمش ولا مباراة في الدور الممتاز مصطفى عثمان ما حكمش ولا مباراة في الدور الممتاز خد بقى المفاجأة اللي جاية دي لأن أنا أعقلقه على اسم المفروض ده حاكم دولي وراح بطولات دولية أمام مباراة الأهل ووادي دجلة حسام عزب حجاج المباراة الشائرة لكاللين فيها ضرب الجزاء أكيد حسام عزب حجاج نجل الكابتن عزب حجاج سكرتير اللجنة ومحمود أبو الرجال طيب إنت لما تسمع الاسم كده محمود أبو الرجال ده حكم دولي وراح بطولات دولية وحكم في مباراة الدولية فار تحطه في هذه المباراة إيه فار وحسام عزب حجاج اللي منزل شوية لمباراة حكم في الدور الممتاز تحطه فار إيه المقاييس اللي بتعين من خلاله زي حاجة جاية بقى مباراة ودي دجلة اللي كان في الخطأ التحكيمي اللي هيراجع حكم المباراة في هذه اللعبة بص يا جماعة الفاول بص دربة الجزاء دربة الجزاء دربة الجزاء واضحة بقول له خطة على هنا اللي هيراجع الحكم في هذه اللعبة هو حسام عزب حجاج مش محمود أبو الرجال ليه بقى؟ لأن حسام عزب حجاج متعين فار مش متعين إيه فار تمام؟ حكم الفار هنا هو الحكم الرئيسي في غرف التقنية هو اللي يكلم الحكم الساحة في هذه اللعبة هو اللي يتخاطب أو هو اللي يكلم مع حكم المباراة في هذه اللابة لكن محمود أبو الرجال هو مساعد لحسام عزم حجاج رغم أن محمود أبو الرجال ده حكم دولي وحكم مصنف من حكام تقنية الفيديو الفارف في المباراة الكبيرة يا جماعة أنتو هي الفكرة أننا نسكن حكم تقنية عشان ياخد 3600 جنيه والمساعد ياخد 2500 جنيه وبس هي مش جمعية هي الفكرة أننا نعمل معايير ومقاييص في الاختيار ولا لما اللجنة السلسية تعينت في بداية عملها كان فيه اتجاه لإلغاء التقنية بسبب وجود مشاكل فنية ولما الأندية اعترض لك لا لازم تقنية الفيديو تكمل تعاقب بقى الأندية قال لك بقى خلاص طب خلاص تعاقب الأندية هو ده المستوى اللي عندي ده الرسالة أنت عايز توصلها لناس في النهاية مش أنتو بتعترضوا خلاص استحملوا بقى هي دي الناس اللي خدت الرخصة هي دي الناس اللي خدت رخصة الفار اتفضلوا عشرين حكم منزلش في ملعب ولا صفر صفارة في الدر الممتاز يتعينوا في مباريات الأهل حكم فار عرفت ليه الأهل لما بيطلب حكم أجانب بيطلب له لأنه تعرض لظلم فادح تعرض لاختلال في المعايير اللي على أساسها لجنة الحكم اشتغلت هذا المسلم مع النادي الأهل في مباريات الدوري أخطاء تحكمية كانت وضحة في العديد من المباريات وأخطاء تحكمية يعني تسببت في خصم أو يعني فقدان نقاط عديدة للنادي الأهل في بطولة الدوري